نبص نهندس انا دوقتي اول حاجة عشان اعملها بيكون واجه هنا اقول له انا عايز اعمل او حاجة تانية او حاجة تانية باجه هنا اكسترنال اكسترنال تولز وقال له اعمل لي ايه نافس 2014 نافس سويتش باك 2014 ده لما يكون انا مسايف شغلي في النافس وركس فبابدل بينهم تمام ما ايه الدينامو ده ما اوه ده اللي انا لسا اقول لك عليه دي حاجة ملاش علاقة بنفس وركس خالص دي لغة برمجة جديدة طلعة بس لغة مرئية تمام دي ملاش علاقة بنفس وركس ماشي بس بتحاول تفتح هي سهلة جدا لغة البرمجة مرئية بما بتتطلش انت تكتب اكويت بحيس ان انت مثلا عايز تعمل مجسم باركام معينة وابعاد معينة ولوجيك معينة وجيومتر معينة وعلى فكرة موجودة في الاتوكات برد خلينا هنا اقول له نافس وركس سويتش بك اه ماشي نافس وركس اه نافس وركس اعطل المسكتوب هنا المسكتوب نافس وركس ثم اضيف نافس وركس نافس وركس نافس وركس نافس وركس سيتنك لازم ادخل في نفس Work Setting في بعض الحاجات لازم اعدلها قبل ما سيفها اللي هي ايه اللي هي ان انا اقول له ان انا اريد المشروع كله لان انا ممكن اقول له انا اريد بس ايه ال View اللي انا فيه اللي هي ايه هنا بقول له اول حاجة انا اريدها ال Project اللي اريد Current View ولا Selection اريد ايه ال Project واجه اشوف بيت الحاجات ال Coordinates هتشغل بان واحدة فيهم زي ما انت عايز ايه ايه شفر كتير اكسبورت روم هتعمل ايه اكسبورت ازاي اندفعت فايل انتو ليفل عايز تقسمه ليفل او لا لو في لينكيد عايز تتحولها او لا يعني لو انا مثلا ايه شغال في ملف هو صح ملف تاني عايز الملف التاني داي يبقى موجود يحوله جواه ولا لا اقول له ماشي اوكي اقول له ايه Safe هو هاي سيقفولي NWC وباقيها هادخل لنا على بنامج نفسوركس اقول له ايه انا عايز اعمل ابنت اعايز ادخل ملف دوت تمام اقول له انا عايز الملف اللي هو NWC كل دين دي زاد ممكن نشغل عليه يعني ممكن نشغل على دي دابلو اف تمام طبعا لو سريدي هيبقى كويس مفوش مشاكل لو دي دابلو اف هيبقى مالوش اي معنى مايكرو ستيشن بياخد مايكرو ستيشن بياخد بياخد الريفت اه بياخد الريفت اه بياخد الاسكتش اوب سليد وركس اقول له اعايز NWC او ظهار الملف اتلاقي مسحت وصلا صغيره خمسة ميجة ابدأ افتحه و هتلاقي خفيف معاك يعني لو اتقل مع الريفت هتلاقي خفيف معاك في نفس وركس هنا بسريع حتى لو ادخلت كزا ملف فمفوش مشكلة خلص تمام لو انا مش عايز الريفت اقول له اخفل الريفت تمام كده المشروع شغل معاك و ممكن اقلب من هنا زي ما اعايز ممكن احط شخص افتراضي افتر 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 اقول له انا عايز سيرد بيرتون و ابدأ احرقه زي ما اعايز او ده بيبقى موجود بحيث ان انا اشوف الحياة تشغل ازاي اقول له انا عايزها مثلا افتر افتر او كده بش قادر يخش من قلب الاساس اروح اقيد اللغة ده اه اريد كده بدأ يتحرق رجح تاني على ان هو بيقف على الباب الحواد مبادرش عديها اخير ادعى شخص ده بيبقى مساعد ليا و ممكن اقول له لأ انا عايزها عايز تبقى وقم ممكن هكي سريع جدا ان انا بعمل ايه سيف في يو بوينت يعني سيف في يو بوينت بياخد اللقطة دي بياخد انا بقى شوات لقطات كده مثلا ممكن من هنا مسلا خط اللقطة دي أرغي السرد برسن ده وط طعم؟ اه فلاي اه اه عدوا شكل المادن مثلا هقول له خد لي دي سيف بوينت تعم؟ وهخد لي لقطة تانية من هنا وقال له سيف لدي سيف بوينت ولقطة تانية من هنا وهذا اقوم بعمل لي هنا قد اني ماشي بكل بساطة دي أبسط حاجة عنا نعمل الانميشن هاخد دول كلهم واسحبهم في الانميشن ايه واجه هنا اقول له ايه ورين الانميشن فبيعمل ايه بياخد اللقطات وحرك اللي بينهم فبيبقى شكلها جميل ولزيز وما بيخدش منها ثواني يعني المبنى نفسه عشان نعمل الانميشن ده بشياخد ثواني تلاقي ايه الانميشن كلها خلص معك وشكلها جميل ولزيز من فرش اما شكل خلص عندي حاجة اسمها Enable Selection تمام اقول له اوه اريدي اللقطة دي كده انا بيتنقل بينهم ولو عايز احط اي ملاحوظات او ايه حاجة اا بعد اكتب اللي حاجة اللي نعايزة طيب دلوقتي احنا قلنا نشوف Enable Selection تمام هنا أنا أريد أن أشاهدها عن طريق البوكس أبدأ أريد أن أشاهد مطوع من ناحيتي هناك حتة زيادة لأنه يمكن أن ألفه أعتقد أن الرفت ليس موجودا فيه أريد أن أبدأ ألف السيكشن ثم أربط السيكشن مائل نحن ترغف القيامة لأن أريد أن تقوم بتخفيفي سيكون إبعاطي الأمر في هذا المطلع سيكون أشاهد المناطق المائل من الاشياء ايضا ان انا عايز اعمل تحديد لبعض الاشياء احديد العمويدر في الدور الاول و الدور الثاني سيليكشن تري اهيت عشان هو ريفيت هتلاقيه هو اوتواتيك تعرف علم كلهم الواحد يقول له ده level 1 ده الارترمينال ده كل الاشياء ديه في level 1 يعني هتبان اكتر مثل ده مثلا ايه الحاجات القهرباء اللي في الدور الاولين هاي رومس اهيت استير هو عالم على استير بس عشان في شغل كتير بره بش ظاهر معايا الولز هنا دي الولز اللي ما اتبانيت هو راجل اللي حطاها في الدور الاولاني وهله ده مكمال معايا في كل الدور عشان كده ظهره في كل الدور طبيعيا الحدي يحط حاجة غلط ده level 2 مثلا مبلا في استير الول structure column الحاجات دي كلها ممكن انا اعمل حاجة اسمها ستس يعني ستس ماشي مانش ستس طيب دلوقتي في الملافذ دوت انا دوتا اعمل ستس ماشي فبقول له مانش ستس يعني ستسس يعني بازبط بعض العنصر باسمه معين بحس بدا يتحكم فيه تمام؟ يعني ممكن انا جاهينا مثلا اقول له انا عايز الدور بتاع لفل 2 اعمل على ستسس تمام؟ وهنا ستس هيت ستسس انا عايز بس تزهر هاي تمام؟ ايه مجرد ان نعمل ستسسس بنشره ايه أقوم بعمل واحدة هنا وسميها دورس 2 يعني بحيث أننا قد أتحكم بعد كده أول ما أعمل سيلكت على دورس 2 أعمل سيلكت على دور كله داقت 2 مجرد أن أعمل سيلكت هنا أقول له داقت 2 من الأشياء التي يعملها دي سيت سوى داقت 3 داقت 3 يعمل سيلكت عليها دورس 2 داقت 3 من الأشياء التي يعملها مجرد أنه يعمل مجرد أنه يعمل بين الأشياء مجرد بس هو الميزة هنا زي ما أنت عارف أنه يقول مثلا أنه يمكن أن أعمل سيلكت أعمل لي بين مسرطين المسافة بينهم مثلا إيه حاجة صغيرة ويختار بس إنه أعمل فهو يديني شوية التختيارات أعلى شوية من الحاجات دي المسافة بينهم مثلا أدي كذا يعني شوية التختيارات كده والتقرير والتقرير بتاعه بيبقى سهل ومفرشها مشاكل خالص الريبورت يعني الأول دا مجرد سيلكت بس طبعا إيه هيجيب لي حاجة كتير قوي انتست انتست ايه ايه شوية في مشاكل كتيره فهو بيبدأ يجيب لي الجلاشيات كلها وبيبدأ يجيب لي هاي التقرير هيت تعم وبيديني رقم الايدي بحيث لما أروح عرفت أعرف ولما عمل تقرير ايه كاستش باكنا لا لا هيبش شغيرة ليه اغلب الناس لازم تبقى تروح عرفت الاول وتختار كده تقول له سويتش باك لازم تجي هنا الاول وتكون فتح الرفت ونفتح المشروع بقى كده تخوش على نفس وركيس تقول له سويتش باك يبدأ بقى ايه التبادل بنا سويتش باك ايه بس انت اصلا ما عملتش حاجة خالص لسه سويتش باك بردو بيرح للرفت شفت اللون نور سينا كده بقى فيه بينهم لينك لو انا غيرت هنا يبدأ يخذ المعلومات انا بقى كده بيبدأ اجيب لي معلومات كلها انا مشوف ايه الحاجة تلقى بطف ايه سوال بس دوقتي لو انا دوقتي رحت في الرفت دلوقتي يتعدل بمعاني هنا مجرد ان اقول له سويتش باك اه بس يجب ان اكون فتح الرفت وقول له ايه نفس وركيس سويتش باك ساعتها كده هيبدأ التعدلات تظهر معاني مجرد ان انا تخلع نفس وركيس جديد حتى لو انت عايز تعملها نفس وركيس جديد مجرد بس بتصيفها في نفس المكان يعني بقول له سيف اس على نفس اللوحة اه بقول له سيف اس على نفس اللوحة وان هنا باحدد يعني مثلا ممكن اجينا على ديت كده وقول له ايه سويتش باك فهو بيبدأ بقى يعمل على الملف دوت تمام ماشي المكان الكامحة اليك الكامحة مجرد RY مجرد التطاق اللو هشتغل على البلاندي شخص ما Estado على الباناند start والباناند int واجه هنا اقول له ايه خليه مثلا لحد يوم كسر تمام اهو طيب وداوت اقول له مثلا ابدأ اللي مثلا من يوم 10 مثلا اليوم 16 تمام كده الزبطت ماشي الزبطت في ايه في الحاجتين بس ان احنا عملنا لهم سلكت تضي حاجة صغيرة خالص يعني مش مشروعي اعتبر دهت السورسي ببدأ ادخل ملف يكون مثلا الام برامافيرا الام ام اس بروشكت بقول له مكرسوفت بروشكت اه ام بي اكس ورح مختار مثلا اي ملف عندي ها حتنا عدى اللوت اهو ماشي فبيقول لي ايه الحاجات اللي موجودة عندك عايز تربطها بالملفات اللي هناك فاولا مثلا وابدى اشوف في تاسك طيب مثلا اتربط مثلا بال اي دي مثلا ايه تشوف ايه الحاجات اللي هتربط ببعض يعني انت الآن عندك خانات موجودة في النفس وركس وعندك خانات موجودة في البرامافيرا فبتشوف ايه الخانة دي يعني هياخد المعلومة دي منينة يعني مثلا عندي البلاند ستارت البلاند ستارت هتاخد ايه البلاند لا ما هتلاقي باسم تاني ايه 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 امتا امتا البرنامج يحس بالحاجات دي جد يعني اذا وقت ما صندفت الملف ده ازاي بقى يحس بيها باجي هنا على الملف كده كليك يمين وريبيلد تاسك تمام تمام بدأ يخدم كلهم امتا بقى يربط دي باللي هناك لو هنا الخانة دي اصلا بنفس الاسم يعني ما هو هربطهم عن النقعة ده هربطهم اللي ديم بنفس الاسم تمام فلازم اخد دي الاسم دوت تمام ويكون عندي خانة تانية يعني خدت الاسم ده ماشي ويكون عندي اعمل ست بنفس الاسم ومسلا اعمل سيلكت على دي مثلا خانة بنفس الاسم تمام ماشي بعد كده باجي هنا بلاحقة اسمها Auto Attach Using Rules تمام اخد الاسم ده مع الاسم ده اربطهم ببعض تمام بقول له New أسامي بقول له مثلا خد مثلا شوف الارقام اللي موجودة في Planet Start اربطاني مع الخانات ديت مع اي حاجة تانية بس هو العادي بتاعنا بقول له خد نيم دي مع نيم بتاعتست ويقول له اوكي نوحدد الحاجة اللي انا عايزة ممكن اقول له طوبة الكوهات كلها بسيط انا هنا هتلاقيه هو مرتبط بجانبات بسيط 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 لدينا مرتبط بال Planet سوف نحصل بسيط 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 فأجينا في التسكي طيب وأقول له إيه؟ حولها الكنستركت عند الكنستركت اللي هو شغالين فيها ديموليش اللي هي إيه؟ اللي هي بحيد الحاجة تم بورتي بلسه شغالين فيها فأقول له إيه؟ كونستركت أخلي كل الحاجات موجودة الكنستركت ماشي؟ طيب بعد كده أروح للسيميلات تمام؟ أهي؟ وقال له إيه؟ وريني بقى الحاجات الثانية طيب إحنا زبطنا التواريخ أقول له سيموليشن وقال له إيه؟ ابدأ اشتغل تمام؟ هو بدأ يظهر عندي هنا بس تمام؟ فأنا محتاج أقول له سيتنج عشان نيزهر معاه أحسن أقول له ستارت ابدأ لي خليها مثلا من شهر اللي قبليه أوكي لكل حقا ما فيه أه لسه؟ طيب قتها مثلا من قبلها بشهر أوكي تبدأ بقى الحاجات تظهر تمام؟ وهو بيبدأ يشوف أي مهمة بتظهر معايا بتظهر معايا في الفيديو قدامي تمام؟ الفرق بينهم بسيط فمفروض بدل ما نخلي الفترة دي كلها لا ممكن أطول للمدة يعني أجي هنا قال له لا مجي آه هنا مستنى لحد 2013 عليكم ستارتك هقول له لا خليها مش من 2013 بقى؟ مش هارفها لحد 2000 ماشي؟ وممكن أقول له إيه؟ انت عالك نشوفها تبدأ معاملة ازاي؟ أوكي ماشي؟ ماشي؟ تمام؟ اللون الأخضر ده اللون الأخضر ده في الوقت اللي هو مفروض انه لسه يتبني فيه تمام؟ أقول له انفجريشن ده بيبقى أخضر لحد ما يكمل بناء وممكن أعدل فيه رح مغير الألوان زي ما نعايز تمام؟ وده التسكس ممكن أغير في التوريخ حساسي بان مع بعض ومشكلة انهم كلهم قربين من بعض فممكن مثلا أبعد ده سنة أكبر ده سنة أصحابه كده شوية تمام؟ عشان إيه؟ لما يجي في الفيديو إيه بازار طبعا الحاجات ده كلها ما نفعش عادل فيها لو أنشغال على نفس السوركس بس لازم يكون أنا إيه؟ البرنامج بربط بين الاتنين لا أصحابه تمام؟ إنما لو أنشغال على البرنامج بربط بين الاتنين لا لا أصحابه تمام؟ فهذه كده سريعا كده بفكرة التايم لاينر تمام؟ 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 يجيذب أن تضم blandاصة أفضل لها عما خاصة مقوعة تعريحة أيضاية تمام؟ 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 انا اريد مثلا الخلفية او المكان كله يتحول مثلا لوجه بحر وشمس وشمس تدخل كل حاجات دي في قلب المشهد ماشي